السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معي في فيديو جيد دائما و ابدا كن رحب بكم و كن جدد ترحب بكم على قناة سعاد تيفي شكرا على حسن المتابعة و شكرا على اللايكات ديالكم و على التعليق الجميلة اللي كتخليوا لي الله يجزيكم بخير يوم شاء الله غدين قدم لكم كيكا جوج فواحد تمنى من كل قلبتنا الاعجاب ديالكم فبسم الله و على بركة الله بدو بالمقادر و طريقة تحضر في نفس الوقت مقادر بساطين و جد اقتصاديين اول حاجة غدينحتاجوا الجوج بيضات بحرارة المطبخ بالنسبة لبيضات متوسطات الحجم يعني الحجم ديالهم متوسط غدين وضعوهم في ايناء انا غدين خلط بخلط يداوي ثو ما تخلطوا بخلط كهربائي او بخلط يداوي غدين وضع على البيض ديالي السكر كاس مع مرشي بالسكر حلوة كتبقى على حسب الدوق ديالكم و على حسب الرغبة ديالكم و انا تقريبا كاس اللاروب جوج مع علاقة ديال الخل ابيض بنسبة للخل اذا متوفر عملوه اذا ما متوفرش ما تعملوه شي غدين وضع كاس اللاروب او لا كاس اللاروب ديال الزيت النباتي غدين خلط مزيان مزيان اذا خلطوا بالخلط يداوي غدين خلطوا حتى يصبح اللون ديالو بهات شكل ابيض ايضا اذا خلطوا بالخلط الكهربائي حتى يصبح اللون ديالو ابيض و غدينضيفوك كاس اللاروب ديال الما دافي ما يكونش بارد بعد موضعت المخلط شي شوية و غدينضيف جوج ديال اليوغورت صغير اذا كان عندكم كبير عملوه او لا جوجو ستتوين انا يعني كانحمق على هادا الصغير فليكيك يعني من الاحسن اذا كان عندكم متوفر او لا بيمكنكم تجيبوه صغير كما بغايكم كيكون زوين و ناعم و مداقو يعني مجهدك يعطي واحد اللوغو رائع في ليكيك و كي ينجحو به ليكيك مية في المية و هم تضيفو اي يوغورت فقط ما يكونش فيه طريفة ديال فواكيه الكيك اليوغورت اللي كي يكون فيه طريفة ديال فواكيه ما كي يجيبش ليكيك زويني و غادي مدا نضيف تقيق بالتدريج بالتدريج و دائما كنضيفو بوحد المصفات هكا باش ما كي ينزلناش يفيحو بايبت و عندي مغربل تغربين الالأولى هذي كتبقى اختيارية باش هكا كي يجيزوين و ايضا ما كي عدمناش في التخلط في سعك يتخلط ما كيبقاش الخالي ديالنا في حبيبت كنستمر بالخلط بنسبة الكاس نفس الكاس اللي عبرنا به الزيت و الماء و السكر هو نفسه اللي غنعمر به تضقيق غير تضقيق حتى جينا ثلاثة ديالكو اسمع ملوئين و انتو معل حسب الخالي ديالكو يعني ممكن هزلكم اقل و ممكن اكتر غدي نضيفجوش خمارة مفئة 8 جرام مجموعية 16 جرام بالنسبة لخمارات اذا كانوا عندكم مقدام حسيتو فيهم حبيبت غدي توضعوهم بمصفات اذا كانوا عندكم يعني يعني بتأكد مفيهم شحبيبت مش مشكل و خذفوهم نيشا في الخالي غدي نكمل الخالي ديالي ملعقة خشبية لان الخالي فش يتقل نقلط اليداوي كي سعب الخصوص هدا اللي ختمت به كي سعب علينا من بعد ما كي قصح الخاليط اننا نكمله بهالخلط الخاليط ديالي كي بقى ماتقيل مخفيف غدي نقص ناخد منه واحد الكيمية لا بأسة بها اللي غدي تجيني ان شاء الله في الخاليط ديال الشوكولة و دعت صشية من فئة 8 جرام ديال الكاك ديال الكاك المر في الاول جاني اللون ناقص و غدي نضيف وحيدة اخرى بالنسبة للون على حسب الدوق ديالكم و الرغبة ديالكم ويمكن الكيكت الشوكولات كم بغي يجيني هكا لونه شوية اسود و غدي نضيف نقيطة الخال و في الاول كنضيف نقيطة الزيت باش هكا الخاليط ديالي خفف لانا الكاك بحل لكي يقصح بالنسبة للكاك و المر سوف تعمل في بلاست الكاوبل خضية مقلة اللي غدي ان شاء الله ندخلوها الفران غدي ندهنها بزبدة ممكن تدير الكيك ديالكم في اي مون و غدي ناخد واحد سلافات هي غدي ندهنها من البرة و هنا كان صيحة اذا عندكم متوفر زلايف اللي كيكونوا في نفس الحجم يعني طالعين بنفس الحجم ماشي بهات شكل رقاقين من التحت و واسعين ملفقين يعني من احسن يكون نفس الحجم اولا شي كاس اللي يكون هكيا حجم ديالو طالع متساوي غدي يكون احسن وتو ما عندكم الاختيار اذا متوفر انشي غدي عملوا بحالي و انا عملت هاد زلافة بهنت بالزبدة من برا و من داخل و رشيتها من برا بالضقيق والمقلة ديالي حتى هي رشيتها بالضقيق مزيان باش هكيا كيك ديالنا ميلساق شي والزلافة من الواسط غدي نوضع فيها شوية ديال الكوبيل و مش مشكل اما كوبيل ولا الدقيق انا غير كيك دير شوكلا دائما كي يجبني يلبس المول هكيا بالكاكو او لا بالكوبيل مش هكيا كي جي المداقات من سج من حتى اللون غدي نوضع من الجوانيب او لف المقلة الكيك الابيض قوام ديالهم مخفيف مدقيل قوام اللي ديال اللي كيك عادي بالنسبة ما شاء الله وخغير جوج بيضاس الكيك المداف اللي كان ضيف ما شاء الله كيزيد لنا في القوام ديال الكيك والما دائما كيجيب الكيك رائع رائع جدا وفي الواسط هدي نوضع الكيك دير الشوكولة بالنسبة اللي كيك بشو جوج بهم دائما قبل ما نصبوهم ضرور نخلطو و الرفع يدينا بش هكا ينزلينا مع الخليط الهواء يعني يزل لنا من الخليط الهواء ممكن حتى الكيك البيضة هكا دعم لعليها هكا شوية الخطط ديال من الكيك اللي عملنا بالشوكولات وممكن ما عملت أنا خليط من فاصلين غادي نغلف اليد بالألمنيوم كحتي يد إذا ما متوفر عندكم مشي مشكلة كنتوا تيقين في المقلة ديالكم يعني بأن اليد ديالها يعني نوعيا ممتازة ما غادي يجرى لي تشي حاجة وخب لم يتغلف وهدي يعني بحل المقالية يعني من ديما كنا كان طيب فيهم الكيك في الفران وخال الفران تقليدي ما كان كي جرى لليد تشي حاجة الكيك ديالي الطابة دخلت هالفران شعلت عليها غير ما التحت حتى طابت وتحمرت وشميت الريحة ديالكيك عاد فتحت الفران وكان هدا الشكل ديالها غادي نهز الزلافة غادي نحيدها وغادي نقلب كيك ديال الشوكولات ديالي في طبي سيل ما كيلتسق متاشي حاجة الزلافة كتبقع كما هي ما تحطوها شعلة صخنا بعد ما نحيدوها من الفران الكيك ديالي من الواسط غادي ندهنوها بالشوكولات وغادي نحط الكيك للشوكولات ديالي غادي نزيد هكا ديك الفراغ اللي بقى واخا هو مني غادي نقلب الكيك غادي التاسق غادي نزيد هكا ندهنهم بالشوكولات وغادي نعمل ومن الاحسان هاد التزيين والقليب ودك شي تكون الكيك ديالكم بردات تماما بالخصوص اذا عندكم الوقت باش هكا ما كتبقى كيمهية وكتبقى زوينة يعني دائما كيك يعني ما نقلبوهم ديك شي حتى يبردو الا اذا كان عندكم الوقت ضيق غادي ندهن الكيك ديالي بلك كون في جير هي اللي غادي ندهنوها بالكون فيتور تبا عندكم الاختيار اما كلها ولا غير طبقة البيضة هكا دهنتهم زيان بالمربة والوسط ديال الشوكولة غادي نعمل نزينو بالياغورت ديال الشوكولة وبالنسبة لياغورت يعني واحد صغير كفاني بزين تمو الوسط وهكم الوجه اللي بقاليد الشوكولة غادي نزين نزين هكا بشوية ديال كوكا وإفلي والطبقة البيضة اولا الجيه البيضة غادي نزينوها بالكوك والكوك ينسجن بزف بزف مع المربة ديال المشمش وكترت في الكمية ديال المربة باش هات الكيك ديال يتشرب ويتشرب كنا تقبنا بالكيغض كي تشرب وكيجي رائع فيه والكوك حتى هو كي نسجم بزف بزف على الجيه ديال الشوكولة غادي نزيد شوية ديال شوكولات فرميسيل وغادي ان شاء الله نقسم الكيك نحول التبصيل في الابيض باش هكا يبان اكتر والمقلة غادي تشوفوها ما كيوقع لها والو ما كتلسقش الكيك وايضا اليد ما كيجراليه تشي حاجة كيبقى كما هو لان الدرجة للحرارة للفرن ما كتكون شي مرتفع يعني درجة اللي ها بطارك وعرفين طيب ديال الكيك يعني ما كيوقع ليه تشي حاجة وبالنسبة الورق حتى هو يعني شجو ما فيه تشي حاجة كأنه ما كنش نهائيا في الفرن كيكا ديالي غادي نقسمها معكم ودائما تقديم ديال الكيك حتى تبرد وخاء أنا كنقدمها معكم باقة دافية ولكن هدو نصائح باش هكا الكيك ديال يكون على ما يرام وهذا الشكل ديال ها كجي الكيك اللي زوينا بزف بزف وبالنسبة الفرق ما بي الكيك البيطة ودير الشوكولة فرقنا هكا يولا لسقناهم بطانيت شوكولة مع الكوكو وإيفي ليعطوا واحد الفرق اللي زوين بزف بزف اللوين ديال الكيك يجي رائع وكتجي هشيش بزوين ومشرب لكم فتور وغادي نوريكم القوام ديالها كدجي هشيش هشيش وزوين ومدقات اللي رائعين جدا كنتمنى تكون واضحة لكم كنتمنى من كل قلبي هاد القطيرة حين الإعجاب ديالكم إذا أعجبكم ما تنسونيش متشجيعة ديالكم اللايكة ديالكم والله يجزيكم بخير وكنتمنى لكم دوام الصحة والعافية تهلا وليف راسكم السلام عليكم